اشتركوا في القناة رعاية صحية نوعية ومستدامة لجميع المواطنين والمقيمين تسعى لها مملكة البحرين من خلال توفير جميع ما يلزم وما يساهم بالارتقاء بالخدمات الطبية في ظل الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حيث بدأت وزارة الصحة بتوفير دواء كريزين الزوماب وإدخاله ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى السيكلر الدواء عبارة عن بروتين يعمل على منع تلاصق الخلايا خلايا الدم الحمراء الصغيرة وخلايا الدم البيضاء وصفايح الدموية يعمل على منع تلاصقها بالغشاء المبطن للأوعية الدموية وهي واحدة من الميكانزم أو من الطرق التي تم اكتشافها تساعد في حدوث نوبات الألم الخلايا هي تلصق في جدار الخلية فيبتد يصير المكان يضيق جدار البيعاء الدموي ضيق ولزوجة الدم تزيد بسبب ثبوت الخلايا هذه وتبتد يتسكر الأوعية الدموية وتحدث نوبة الألم الدواء هذا يساعد على انسياب الدم وجيرانح في الأوعية الدموية بشكل سلس ويمنع التلاصقات هذه فيؤدي إلى تخفيف وجود نوبات الألم الحالة هذا الدواء فتح نافذة أمل جديدة لمرضى فقر الدم المنجلي وأثبت ريادة المملكة في القطاع الصحي وعلى كافة الأصعيدة ردود أفعال مرضى السيكلر في البحرين كانت ردود أفعال عكست الأفراح أو الفرح شعور متبادل جدا نشعر في هذا البلد بالحظ الوافر نحن نحظى باهتمام القيادة الرشيدة دوما في صناعة العافية والاهتمام بما من شأنه أن يحسن من ظروف مستوى حياتنا ومنافسة الأصحاء في تجويد حياتنا والإنجاز وتحقيق كثير من الأحلام والطموح وأن نكون لدينا فرصة أكثر أن نكون مع أهالينا أن نكون لدينا فرصة أكثر أن نحقق نجاحات في مواطن أعمالنا أو مراكز أعمالنا نقول لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة شكرا الشكر لا يوفي حقكم ولكن مثل ما راهنت سموك على عيالك نحن نعاهد سموك أن نكون على قدر من المسؤولية وأن نمارس دورنا في بناء هذه الدولة بمقدار هذا الاهتمام الكبير أولوية قصوى لصحة وسلامة المواطنين تواصل على أثرها المستشفيات الحكومية جهودها لتطوير الرعاية الصحية الحكومية وتقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية وفق أفضل الممارسات الطبية العالمية شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين